في الثاني عشر أكتوبر يكون السداسي بين كوكب المشتري في الجوزاء وكايرون في الحمل دقيقا كما لو أنه قد عثرت على جدول لطيف في الغابة يعدك بتهدئة أي جروح بمياهه العلاجية هذا هو جوهر عبور كايرون سداسي لكوكب المشتري وهو خدث فلكي نادر ورائع يمكن أن يجلب الشفاء والحظ الكبير لحياتك ظهور حكمة أعمق يمكنك الحصول على رؤى مفيدة حول جروحك الأساسية ونقاط الألم يوسع كوكب المشتري الفهم بينما يكشف كايرون عن المناطق الضعيفة التي تحتاج إلى مزيد من الوعي يمكنك الآن اكتشاف الدوافع الخفية التي تحرك سلوك أو إدراك سبب تأثير بعض أحداث الحياة عليك بشدة في الماضي هذه فترة جيدة للتفكير في الأجزاء المضطربة من تاريخك ابحث عن دروس النمو ونقاط القوة الناتجة عن تلك التحديات يتطلب الشفاء فهما رحيما لماضيك خلال هذا العبور تدرك أن مصاعب الحياة مقدر لها ومن المفترض أن تحدث أنت تعلم أن هذا الماضي حدث لأنه كان لابد من حدوثه يمكنك تدريس ما تعلمته قد تتاح لك فرص لتعليم الآخرين من خلال دروس حياتك الخاصة ورحلة الشفاء سواء من خلال التدريب أو الكتابة أو المحادثات اليومية فإن حكمتك الآن تفيد الآخرين كن على استعداد لمشاركة قصتك خاصة اللحظات التي شعرت فيها بالهزيمة ولكنك نهضت مرة أخرى إن انتصاراتك على الشدائد يمكن أن تلهم الأمل في الأشخاص الذين يعانون من عقبات مماثلة قدم المعرفة التي اكتسبتها جروحك تصنع منك شافيا للجروح العثور على حل لآلام الماضي من خلال كوكب المشتري سداسي كايرون يمكنك الحصول على فرصة لإيجاد حل فيما يتعلق بآلامك القديمة